اشتركوا في القناة بس بس لما قل لك بس 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 يا جماعة خلاص الدنيا كلها خربت وين علي البخيتي هتقولي علي البخيتي لا محتاج اليوم انا عارف يا علي ان انت بتتابعنا بس روح الان يعني استناني في النص الثاني من الفيديو هجيلك على النص الثاني من الفيديو لانه اليوم معانا مواضيع مهمة وهنوريكم بعض الفيديوهات اللي سنسقطها بعدين ونضحها امام علي البخيتي عشان يفتينا في امرنا ما وصار العلامة بخبخ حقنا فاكرين قبل فترة عملنا تحقيق خاص بعنوان الكلاب البشرية ووريناكم الناس اللي بدأت يعني ترغب في ان تحياء حياة الكلاب وصارت تعرض نفسها للتبني او براتب تلبسها الكلاب تأكل طعام الكلاب تنام في بيوت الكلاب واصحابها بيصحبوها وراهم في الشارع الاسبوع هذا العالم شهد اغرب مظاهرتين في التاريخ المظاهرة الاولى في بعض المدن الاوروبية خرجوا هؤلاء الناس بيطالبوا اعتراف الدولة بهم على انهم كلاب يعني من اليوم رايح يشتوا البطايق او ودهم البطايق حقهم يكون مكتوب فيها الجنس كلب تعال شوف شوفتوا لانا شوفتا يعني انا اعرف كلاب نفسنا يصيروا اوادم يوم واحد وهؤلاء ناس نفسهم يصيروا كلاب الامور لم تتوقف هنا لانه الاسبوع هذا المانيا شهدت واحدة من اغرب المظاهرات ايضا مظاهرة فيها الناس يطالبون بتشريع قوانين تسمح للبشر بالممارسة مع الحيوانات تعالى شوف الفيديوهات اللي زيل فل شوفتوا اللي انا شوفتوا انا كنت فاكر نفسي باحلم على ذكرة قلت هذا اكيد يعني حلم قلت هذا اكيد يعني مش معقول يكون حقيقي على الفعل مع العلم اني احنا تكلمنا ايضا قبل كده في هذه الظاهرة انه بالفعل يوجد طبعا في بعض الدول تمنع هناك قوانين صريحة تمنع اتيان الحيوانات ولكن في دول كالولايات المتحدة لا يوجد فيها قانون واضح ولكن اذا انسان اتى حيوان جنسية فهناك العديد من القوانين التي يمكن معاقبته من خلالها مثل قوانين الرفق بالحيوان والاساءة الى الحيوانات كما انه الحيوان ما يقدرش يوافق يقول لك اه او لا اذا قل لك اه ما عندنا مشكلة لكن مدام مش ما قل لكش يبقى احنا معانا مشكلة مش هنسمح لكم يعني انا معايا كلبة مربيها في الحوش قلقانة من امس من امس هي قلقانة خايفة تيجي بنت كده شعرها صفر تسرق الكلب زوجها صارت قلقانة يعني من امس مانع الكلب حقها يخرج من البيت يعني قلت انا كنت قلقانة من كلبات الحارة هاد حين هلقاها من الكلبات ولا من النسوان علما انه في الكثير من المواقع التي تقدم افلام زائد 18 لهذه الظاهرة ومارست الجنس مع الحيوان وليس بر بر وانما ذاك منه في ذاك منها كالابرة تفيسم الخياط مع دجاج وحيواناته معيزه احسنه ابقاره واسماكه مع ثعابينه مع كلابه مع كل شيء والعياذ بالله طيب استنى يا بخيتي لاحظة معايا حاجة كما لسا وريها عشان نفهم ما هو المعيار الاخلاقي استنوا شوفوا لي هذه الفيديوهات لولد واخته بدأوا يشتهروا على التيك توك شوف لي الفيديوهات على السريع تعالي تشبه ما يا خليفة بالنظارة البسي النظارة اقعدي على العصة اختي بترقص لكم اقعدي على القلم انا انا اسوي فرنسي وهذه سبعة ونمنا مع بعض اليوم انا اختي افخم هدية لي اختي سامحونا سامحونا يا جماعة سامحونا على هذه المشاهد احنا اسفين يعني عيالنا في النهاية والله عيالنا برضو عرب وزينا وعيالنا وان شاء الله كان مفروض احنا ربيهم وهالربيهم دلحين طبعا الان هالربيهم شفتوا الفيديوهات هذه ولد اخته طبعا هم عاملين حوالي 23 فيديو بس وجايبين حوالي 90 مليون مشاهدة ما جبتهاش هنا في 400 حلقة بتناقش قضايا امه باكملها ومعاهم حوالي 700 الف مشترك شفتوا يعني التوجهات الامة العربية فين طبعا انت لو راجعت نفسك الان وكل واحد فينا فتش تليفون عياله قد نجد البعض من ابنائنا بتابعوا هذولا السؤال الان تعالي علي تعال 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 بابا تعال تعال اشتيك حبيبي ما هو المعيار الاخلاقي يا علي البخيتي انا رديت على علي البخيتي في هذه في الحلقة ليست الماضية وانما اللي قبلها في الرد على اشهر شبهات علي البخيتي وتكلمت يعني في المعيار الاخلاقي وهو فتح مساحة كمان مع الشيخ خالد والشيخ خالد طبعا هو نسفه فيها اذا سألت المسلم الان ما هو المعيار الاخلاقي لك يا مسلم هيقول لك الشريعة الاسلامية هي بتحدد ايش الصح واش الخطأ صح ولا لا ومن خلالها بتصدر قوانين اللي هي في المحاكم والنيابات وقوانين الاسرة يعني مثلا لو مسلم جاء يعني وده انام والعياده بالله مع اخته او مع امه وهي راضية طبعا هما الاثنين راضيين ومستسيغين الامر والعياده بالله الشريعة الاسلامية تقول لك لا حتى لو انت مستسيخ هذا الشيء لا المعيار الاخلاقي مرفوض نار جهنم طيب لو رحت للملحد تقول له ما هو المعيار الاخلاقي طبعا ما فيش معيار اخلاقي لان الدول العلمانية لا تحدد شكل الجنس عشان تكونوا فهمين لا تحددوا دام بالتراضي يسوي اللي ودك ياه لما تسأل علي البخيتي وسأله الشيء خالد ما هو المعيار الاخلاقي قال المجتمع لا يحق للدولة طبعا انها تصدر قوانين تحدد شكل الممارسات الجنسية ولكن المعيار الاخلاقي يعني المجتمع المعيار الاخلاقي هو المجتمع يعني لو واحدة بتنمع ابنها المجتمع سينبودها جيرانها هيبتعدوا عنها فالمجتمع سيرفضها وعليه انا كامل حد ارفضها مش انا هو ركز معايا انا عارفكم هذه الساعة سليمانية مش انا هو يعني هو قال انه يرفضها مدام المجتمع يرفضها هو يرفضها حل وايضا في كلام اتيان البهائم هو قال المجتمع يرفضها انا ارفضها اهو المجتمع يا حبيبي الان بدأ يطالب بسن قوانين تسمح باتيان البهائم ايش ردك يا قلب اخوك طيب هذا الولد والبنت اللي طالعين الان هو واخته بيعملوا اشياء ويحاءات لا اخلاقية ايش ردك هنا معاهم حوالي 700 الف متابع معاهم يمكن 10 مليون لايك معاهم حوالي 90 مليون مشاهدة يعني فيه فئات تتقبلهم هيا ايش رأيك الان يا بخيتي هل لازل ترى انه معيارك الاخلاقي سليم انه المعيار الاخلاقي هو المجتمع هل يمكن ان نعتمد على المجتمع في تحديد المعايير الاخلاقية للبشر راح نقول نالك انت عارف طبعا انت بتستهبل انا عارف وانا بستهبل زي بتعال يعني يقول لك عبيط على عبيط مايرولش يعني نظرة المجتمع للاشياء تتغير وهذا سؤال مش لعاد البخيتي ما ودنا شخص للمناضي احنا اكبر منه وارقى منه يعني بالنسبة للبشر هل اذا المجتمع وافق على زين المحارم هل ستقبل انت على اتيان البهائم هل سيقبل اي احد انه يرى ابنته مع كلب في السرير او ابنه فجأة قرر يتزوج كلبه حبيتها يا بابا يعني زمان كان الحب لا يعرف سن الان الحب لا يعرف جنس يعني بتحب ولد تزوجه بتحب كلبه تزوجه والله وقعت فيه حب شجرة شجرة تين انت حبيتها ممكن تتزوجها هذا يعني كف اخر لعلي البخيتي وليت انه يفهم قلت لكم انا مستعد اطلبي لمناظرة لكني عارف انه الموضوع هنا مش موضوع اقناع انه يقتنع ولا هو مقتنع بس هو بيكابر بس او هي وظيفته تحتم عليه استلم فلوس عشان يقول هذا الكلام اللي قاله ولا لو الجمناها الان في مسألة المعيار الاخلاقي وسكت ما يفتحها ايش تاني عادي لكن هيروح ويستمر يفتحها وما عليه هو فاهمين عشان كده تعرف انه هو ما يهم وصلا موضوع الاقتناع او يبحث عن الحقيقة هو عنده افكار بيوصلها مقابل شيكات بس اما الاشخاص ودي انوه للاشخاص اللي قالوا انه يا سيد ايمان انت ظلمت المسمري في الفيديو الماضي اللي رديت على البخيتي والحجوري وقلت انه هو شوه العجورية يا جماعة انا ما قلت يا جماعة رجاء اللي هو ضعيف في اللغة العربية يكون يعرض فيديوهاتي على خبير لغة عربية انا وضح له يا جماعة انا ما قلت انا قلت علي البخيتي قال انه المسمري يشوه الحجوري انه يرفض تشويه المسمري الحجوري فقلت صحيح انا اتفق معاك انه لا يجب تشويه انا وفقت على المبدأ انا لما اقول صح انا اتفق معاك انه المسمري يشوه الحجوري انا قلت صحيح انا قلت انا اتفق معاك تماما انه لا يجب تشويه انسان ولكن هذا الكلام ما يجي منك انت اكبر شخص وشوي الاخرين فانا ما يعني وافقت انه اقريت بصحة انه المسمري شوه الحجوري انا اقريت يعني بحقية او بصحة المبدأ نفسه انه لا يجب تشويه الاخرين اما المسمري لم يشوي الحجوري المسمري وضع كل شي في سياقه وقال كلمة الحق فاصدقاء المتابعين اتمنى تكون الفكرة واضحت ولسه معنا طبعا امس طلع لنا طلع لنا اخ سعودي يعني اشنب كده في وجهه لابس قميس نوم وبيقول انا اول حتى لو حاولت اتدلع اجيب لكم قرف ما عرفش اتدلع زين نسوان بيقول لهم انا اول سعودي يعني حامل في المملكة اول قحطاني طبعا قبائل القحطان بريئة منك هذا اول شي ها علي البخيتي حبيبي ها بابا بخ بخ بيه بخيتي باشا سلملي على المعيار الاخلاقي في ختام هذه الحلقة اصدقاء المتابعين حتى رأيكم مني تحية طبعا وحتى رأيكم في حلقة اخ لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس الاشتراك طبعا تعرفين انا ما بحبش هذه النفسي فاللي عاجب محتوى اشترك طوالي اصدقاء المتابعين حتى رأيكم في حلقة اخ هذه لكم مني تحية انا ايمن القاسبي هروح الحق المظاهرة معايا كلبة معترضة على الموضوع مش عاجبها خايفة تيجي انسانة تسرك زوجها اشتركوا في دورز اروبي Ut panic اشتركوا في دوران ح\' وصل اشتركوا في القناة مع مراحك اشتركوا في القناة شكرا